السلام عليكم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ألو مكملين النهاردة في البداية وقبل حتى منقول جمعا بركة على حضراتكم حننعي للوطن شهداءه حننعي للوطن أولاده حننعي للوطن ولاد البلد اللي بيموتوا والحد النهاردة لنا ولا أنت ولا حد عارف هم بيموتوا ليه ولنا ولا أنت عارفين إيه السبب أنهم كل يوم أعداد بتموتوا ومش عارفين مين المسؤول ولا مين اللي بيتحاسب علشان الناس اللي هتتكلم وتقول أنتوا بتحردوا وأنا ما عنديش حاجة أحرد بيها وعمري ما حردت وسلاحي هو ألم أو مايك وكاميرا بتكلم فيهم مع حضرتك وبقول لك أنا بنحس تماما للناس وأنا من أول يوم لآخر يوم ولحد ما موت ضد الدم ضد قتل أي مظلوم ضد قتل أي حد بريء لأن ده لا شرع ولا دين والناس اللي هترد علينا وتقول اسألوا تركيا هي اللي بتمول حقول لك الكلام ده بيتحكوا بيه عليك لا تركيا بتمول ولا قطر بتمول الفاشل هو اللي مش عارف يدير بدليل بدليل أنك من أكبر الدول وأكتر الدول اللي بينك وبينها حركة تجارة وصلت أكتر من 10 مليار ل 12 مليار دولار هي تركيا بدليل أن لسه المشروعات اللي بتفتتحها قطر في مصر موجودة وفلوسها وراس مالها موجود في مصر أوعد خلي حد يأهرب لقدام ويدحك عليك بكلمتين دم عيالنا عند مين اللي بيحكم البلد للقطري ولا التركي ولا الإخوان المسلمين دم عيالنا في رأبة مين لازم يبقى فيه جواب للسؤال لو أنا شغال مدير وبدير بعض الناس وفاشل في إقدارتهم كل سنة الناس بتشتغل كويس وفي الآخر أنا بفاشلي بطلع مجهودهم صفر هتيجي تدفع عني ولا هتقول أن أنا اللي فشلت في إقدارتهم ولا هتحملني أنا المسئولية نفس القصة بالزبط عندك زباط ومجندين وزباط صف بيقوموا بدورهم ومجندين رايحين يقدوا خدمة التجنيد بيقوموا بدورهم في حماية البلد بيتقتلوا عشان سوق إدارة بيتقتلوا عشان قل التسليح بيتقتلوا عشان قل الضمير من إرهابيين باعوا ضميرهم ودنهم ووطنهم مين المسئول عن ده لما يحصل مرة ولما يحصل اتنين أقولك ممكن عشان الإرهابيين عارفين بيعملوا إيه إنما لما يحصل على مدار سبع سنين متوالي يبقى عندي مشكلة في اللي بيدير مثل كردي بيقول لو ظلمتني لو دحكت علي مرة يبقى حرام عليك ولكن لو دحكت علي مرة تانية يبقى حرام علي أنا علشان ما خدتش بالي وفضلت مسلملك دقني وسايبك تضحك علي لما نلاقي الأخبار بتقول الجيش بيعلن عن مقتل وإصابة عشرة من عناصر الجيش المصري من عيالنا من ولدنا بانفجار في شمال سين في منطقة بير العبد يبقى مين اللي عليه اللي هو الإرهابي المجرم طبعا الإرهابي مجرم وملعون في كل كتاب وملعون من كل الناس ولكن أنا ليه سايب إرهابي عمال يفرخ إرهابي بقاله سبع سنين هو اللي بيحصل فعلا إرهاب ولا سوء في الإدارة اللي بيحصل فعلا إرهاب وناس بيجيلها سلاح من بره طب بيجيلها سلاح من ايه طب أنا مش عارف أوقف السلاح ده هيدخل مصري ليه طب أنا مش عارف أقضي على الإرهاب ده كله ليه فين دوري أنا ماينفعش أهرب وتخلى عن مسئوليتي وأقول للناس أصلهم بره بره مين انت اللي جوه البلد انت اللي حاكم البلد انت مسئول عن كل دم وعن كل نقطة دم في البلد الراجل اللي بيتحمل مسئوليته إنما أشباه الرجال بيرموا مسئوليتهم على الآخرين يقول لك اسأل القطريين والأتراك طب ما تسألهم انت طب لما انت عارف انهم لو هم بجد اللي بيقتلوا ما تقطع علاقتك الدبلوماسية والاقتصادية اللي معاهم ولا انت عارف انهم ما بيعملوش حاجة وانت عشان فاشل بتستخبى فيهم وانت اللي بتسمعني دلوقتي هتقول لأصلهم دول بتوع مرسي وهم دول بتوع السورة وهم دول بتوع الشرعية طب أنا عايزة فاجئ حضرتك إن الشباب اللي ماتهم بارح فيهم واحد زي اللي انت بتتكلم عنهم بس هو بيخدم علمه وبلده مش عشان السيسي زي ما أنا واقف هنا بكلمك مش علشان مرسي أنا واقف هنا علشان الوطن علشان الخلاف السياسي اللي بني وبينك مش المفروض يخليك تستحل دمي ولا استحل دمك مش المفروض يخلينا نحرد على بعض الخلاف السياسي خلاف سياسي في وجهات نظر سياسية إنما الوطن مقدس والدم أكتر قدسية من أي حد الأسامي اللي قدامكم لوحة شرف لوحة شرف جديدة بتضعف للوحات الشرف اللي في البلد ملازم عبد الحميد الإمام والجندي أحمد عبد الله والجندي محمد عوض والجندي أحمد علي ومساعد أو ضابط صفش حاتة مصطفى جندي أحمد حامد محمد حسين والجندي محمود عادل والجندي أبا نوب عبد التواب ومحمد عبد العزيز هي دي صورة مصر كلهم شباب أكبر ما فيهم يمكن يكون المساعد شحاتة مصطفى بتتكلم عن ناس كلها تحت 25 أو 27 سنة لمصلحة مين دول بيموتهم؟ طب مين هيتحاسب عليهم؟ مين هيدفع الحساب ده؟ انت بتقول لي في مسلسلات عن القوة وعن البطولة القوة والبطولة كمان إن أنا كقائد أحافظ على جنودي إن أنا كقائد عام ولا قائد أعلى القاتل المسلحة أحافظ عن عيال البلد إنما المشهد اللي بنشوفه لا ما ينفعش وما ينفعش تهرب وتحط لي يدوبك على مسودة وتقول بيان في دقيقة على القنوات انت إذا علام بجد ما وقفتش ليه عرض المسلسلات والأفلام والحاجات اللي انت يشغل فيها على الستين سبعين قناة بتوعك مش إنت إذا علام بجد ولا أنت عايز يستغل دي كمان في تأجيج مشاعر الناس علشان تهرب من مسؤوليتك القائد والإداري والمدير اللي بيدير بيتحمل مسؤولية كل فرد قبل ما يأخذها إنها عظمة وإنها وجاهة لازم يكون متحمل مسؤوليته أمام كل فرد هو مسؤول عنه دول شهداء الوطن في بير العبد مبارح طيب عندي بوست للجندي محمد عوض تعالوا نشوف محمد عوض وهو جندي قال إيه عن بير العبد محمد عوض قال ده من الناس اللي ماتت محمد عوض من الناس اللي ماتت كتب من ثلاث سنين قال صدقوني المشكلة مش إن السيسي زود البنزين مرتين وخلى فاتورة الكهرباء والميا والغاز ثلاث أضعاف ولإن الدولار وصل 18 جنيه ولإنه عمل قانون خدمة مدنية وقيمة مضافة ولجأ لسندوق النقد الدولي وغرق الجنيه ولإن قناة السويس بتخسر والسياحة تخربت وإن الدين الداخلي ثلاثة تريليون والدين الخارجي خمسة وستين مليار دولار وإن فيه أزمة سكر وعدوية وإنه قفل كل القنوات المعارضة وخلى الإعلام كله صوت واحد بيطبله أو إنه وافق ومضى على بناء سد النهضة واعترف حقية أسيوبيا في نهر النيل وعطى الشعب مصر والأجيال القادمة جريمة خيانة عزمة وباع طيران وسنفير للسعودية جريمة خيانة عزمة مرة أخرى كرسة الحقيقية أن فيه ناس متخيلة أن كل دي مؤدمات لمستقبل مشرق مصر بتغرق صحيح ده محمد عوض مات مبارح تقدر حضرتك تقول عليه مش شهيد تقدر حضرتك لأنه على خلاف سياسي مع عبد الفتاح السيسي والرغم من كده راح قد خدمته العسكرية تقدر تقول أنه مش شهيد تقدر تقول أنه مش ابن البلد تقدر ما تطلعوش في جنازة عسكرية وتقول أنه كمان ضحى بدهمه عشان البلد افهمه وتعلمه أن الخلاف السياسي حاجة والوطن والحفاظ على دم الناس وعلى شرف الوطن وطرابه حاجة تانية محمد عوض هو ده الجندي محمد عوض اللي أرناه له بسطة من ثلاث سنين يشوف حد تاني تعال نشوف أحمد علي الكمالي أو الكملي عفوا أحمد علي الكملي ده أحمد علي الكملي مبارح كتب إيه أحمد كتب وقال الساعة تمانية تلاتة وخمسين ديها صباحا وسيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرا وتربيت رجلا وعشت محاربا وسأموت بطلا إن شاء الله فكن من تكون فأنا لا أرى أحدا ده أحمد الكملي من الشباب اللي مات مبارح يا ترى لو طلعت لو قعدت تبص على البوستات بتاعته في الفيسبوك ولقيته مختلف مع السيسي هتنزع عنه غطاء الشهادة هتقول أصله ما بيحبش السيسي السيسي مش مصر مصر هي الأرض والسماء والناس مصر أهم من أي حد الكاملي كان عامل شير لبوست أجواء العيد بميدان ربع العدوية قبل أيام من مسبحة فض الاعتصام التي تحل اليوم الزكرة الخامسة له قول عليه بقى مش شهيد قول عليه مش ابن البلد قول عليه مش بطل من الأبطال هو كمان عشان مختلف مع السيسي في 2019 عامل شير للبوست ده اللي فيه محمد مرسي الرئيس محمد مرسي الرئيس الشهيد هو كاتب إن شاء الله لنقوغادر سجني قبل أبناء المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات وليست حياتي عندي أغلى من الشهداء الأبرار الرئيس عامل الشير لواحد بيقول أو كاتب على كلام الرئيس تعليقا قل للحياة إن استطعت وداعا نصف الشجاعة أن تموت شجاعا مت مثلما ولذتك أمك باسلا إن الحرائرة لا يلدن ضباعا أقصى الشجاعة أن تعيش مدافعا إلى آخر الأبيات اللي عمل لها أحمد الكاملي اللي استشهد مبارح في بير العبد ده أحمد الكاملي بيقول يوم 31 19 الناس كلها بتدعي وشها للكعبة إلا الرئيس بيدعي وضهروا للكعبة الله عليك يا رئيس مختلف مع السيس ما بيحبوش تقدر تنزع منه الوطنية تقدر تقول إنه مش وطني عشان مختلف مع السيس تعلمه إن الوطن حاجة وإلي بيحكمه حاجة الوطنية شيء وحبك لحد أو شخص أنت حر تحبه ولا تكرهه عامل شير الكاملي بيقول شيخ الأزهر رايح دماغه وعارف إنه مفيش دعا ومستجابة كلهم رفعين إيديهم وشيخ الأزهر مش رافع إيده ده يا جماعة ببساطة مشهد مبارح عشرة منهم على الأقل اتنين معروف إنه ما بيحبوش السيس أنا مش هقول بقى دول الكلام اللي بيقولول بعض استقتلوا في ليبيا ومش هقول الكلام بتاع إنه هما بياخدوا الجنود والزباط اللي اللي ما عندهمش ولاق ليهم بشكل مباشر أو بشكل كبير يقتلهم في سينا مش هقول ده كله أنا عايز أتعلم من ده حاجة إن الوطن يسعي الجميع وإن الرئيس رئيس الوزراء الوزير أنا كان اسمه مش هو الوطن وحبي أو كره أو اختلافي معاه مش هو الوطنية الوطنية أن أنا حب البلد دي أحمد الكاملي وأحمد عوض حبوا البلد دي بس ما تنوش بيحبوا اللي على رأسه مختلفين معاه وهي دي البلد وهو ده الصح مش إن أنا طبل وإن أنا أقول تسلم الأيادي على العمال على بطال تسلم الأيادي اللي بتعمل حاجة صح إنما اللي بتعمل حاجة غلط لا الشهداء ماتوا مبارح فين ماتوا في بير العبد بير العبد اللي هي ما بين محافظة دور سعيد ومحافظة العريش بشعال نشوفها على الخريطة عشان نبقى عارفين إيه اللي بيحصل فينا وإيه اللي بيحصل في البلد بالضبط المنطقة دي هي منطقة بير العبد المنطقة دي هي منطقة بير العبد هنا العریش زي ما حضراتكم شايفين وهنا بور سعيد وبور فؤاد وهنا محافظة السماعية بعيدة عنها طبعا حالي 142 كيلو ودي منطقة بير العبد اللي تم تفجير مدرعا بارح ومات فيها واستشهد عشرة من ولاد البلد طيب هو الناس هناك متأمنين بشكل كافي انا ما خدمتش جيش في بير العبد بس انا هجيب لك من اللي خدم جيش في بير العبد وهو اللي حيقول شاهدته على اللي حاصل هناك وازاي الدنيا مكشوفة اسلام ابن زكري او ابن زكري زي ما هو كاتب ده على الفيسبوك قال بير العبد دي قضيت فيها جيشي كله منطقة معروفة انها هدية الى حد ما وقليل لما كان بيحصل فيها احداث ارهابية الكمائن هناك عبارة عن كام عسكري وظابط ملازم او ملازم اول وانت وحظك بقى يا معلم والله ما فيه اسهل من تصفية الكمين باللي فيه وشفت وعشت وعارف والله العظيم تمن دم الشباب دي في رقبة اللي رميهم من غير اي وسيلة تأمين واحدة هو بيتكلم عن ان بيكون ظابط ملازم او ملازم اول ومعاه شوية عساكر طب المنظر كان ايه هتقولنا يا جماعة قبل ما ناخد بغدادي من مصر معنا بس اشوف اللي استشهدهم برح كانوا ايه كانوا مجندين زي ما كاتب اسلام ذكري كانوا شوية مجندين ومعهم ايه ملازم اول زي ما هو كتب بالضبط اهو ملازم اول عبد الحميد الامام والباقيين مجندين من عيالنا عيال البلد زي ما الملازم اول عبد الحميد من عيال البلد كافة متاجرة خبتم وخابة مسعى كل حد بيزايد بدماء لان الدماء دي كلها دماء مصرية ولا حرمة وكل الدم البريء حرام وبنعز اهاليهم وبنعز الوطن في شهداء الوطن